الله مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة تنتمنى التي يشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة سنشكر المتابعين لقدام الجداد والناس اللي تحقوا بهذه القناة إن شاء الله تكونوا مزانين تكونوا غاية تكونوا ملاح رب يحفظكم وإنشتكم يا رب إن شاء الله بحول الله وقواته اليوم سنعطيه حسيغة خطيرة جدا في إبطال السحر عدنا أصحار عدنا مشاكل عدنا تجديد السحر إما تجديد السحر هو يجدد نفسه كان الناس اللي تحلموا أنهم تياكلوا في المنام هذا السحر التجديد عندنا أصحار اللي تجدوا نفسهم بنفسهم وكان الناس اللي عندهم شياطين الأنس تجدوا لهم السحر من الشهر العربي إلى الشهر العربي تجدوا لهم السحر تسميه السحر الخيوباق السحر تماريد أو السحر الفراغ أو السحر توقف الحال أو السحر لتدمر البيوت لأن بعض الناس كله حسد وكله بغض وكله انتقام إذن كيفاش غاد يرد هذا السحر إلى صاحب السحر وكيفاش غاد ينبطلق وكيفاش غاد ينوقف هذا السحر هذا السحر المؤثر لي في حياتي مؤثر لي في مشاكلي تنود عندي إصداع من حال إلى حال ما بين الأوقات تنود صداع إما تكون يوم الأربعاء بالليل ولا الخميس بالليل ولا عندك يوم الأربعاء أو السبب تنود عندك صداع التنود عندهم صداع يوم الجمعة إذن الناس اللي عندهم أسحار عندهم مشاكل عندنا جوج دراهم دي الحلبة جوج دراهم دي الحلبة توبطي للسحر القديم والجديد إذن عندي مشاكل عندي سوقي في الحال عندي سحر عندي اللي تيجدو لي عندي البغداء والحسد بغي فارقوني مع الأسرة ديالي بغيني يشوفوني حالة مزرية بغيني يشوفوني مشتة البيت فارق أولادي بغيني يشوفوني تنبكي إذن أنا خاصني نكون أحسن من هذك المشكلة اللي عندي ولو يكون سحر ولو يكون شياطين الإنس والجين ولكن كيفاش نكون قوية بالقرآن الكريم بالصدقة الصدقة تبطي الأسحر الصدقة ترد السحر إلى صاحب السحر لأن الصدقة ربي تستجب لك الدعاء أنت تقول يا رب خفف عني يا ربي إني ما سني الدر وأنت أرحم الراحمين أو إني مغلوب فانتصر ربي تنصرك بهذه الصدقة اللي ستصدقي ربي تستجب إذن الصدقة والصلاة على الحبيب والقرآن الكريم والتسبيح التسبيح دائما نسبحوا بذكر الله ولكن كيفاش غادي نبطل السحر اللي عندي دير لي مشاكل دير لي الفرق بيني وبين الزوج ديالي إما الناس كينين في البيوت ديالهم ومفارقين في الفراش أو عندنا مشاكل في حياتنا لا مال لا فلوس لصحة لاحتحاجة ديما عندنا مشاكل ولكن بغيت نبطل وبغيت نحيد عليها صدع الرأس وبغيت الرد السحر إلى صاحب السحر في سبع أيام في سبع أيام سأرد السحر إلى صاحب السحر خليه يدوق من السحر دياله خلي شياطين السحر يطفوا عليه ويرونوه ويخليه حالته حالة إذن صيغة ربانية غادي نعطيها لكم وغادي يتحسوا بالفرق إن شاء الله البنت اللي مزوجاش الولد اللي واقف على العمل موقف اللي حاله المرأة اللي يطلقين على زوج ديالها عندها تراكم المشاكل بدون سبب جوج دراهم ولكن الطاقة الإيجابية ديالك بالقراءة هي اللي غادي إن شاء الله تعطينا طاقة إيجابية إن شاء الله القرآن الكريم كله شفاء وكله دواء إذن الله سبحانه وتعالى هو اللي عنده كل شي إذن غادي ناخدو هاد الحلبة اللي خديناها بنية الإبطال بنية الإبطال غادي إن شاء الله ناخدوها الناس اللي قاريين يقروا عليه والناس اللي ما قاريينش بغاووا ديروا تصيغة غادي يدخلوا لهاد الآية راكينا كينا متكررة في جوجل غادي إن شاء الله تاخدوها إن شاء الله وتحطوا البرطابل نجبد الأسماء ديالهم نكتبهم هنا يا بحل زينب بنت فلانا فلانا بنت فلانا إذن غاندير اللهم رد السحر إلى صاحب هاد الإسم عاجل 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 إذن اللهم رد السحر إليها إليها هاد الإسم أترضيليه السحر العجل العجل أو عاجل عاجل إذن هاد الإسم اللي نذكرنا خاصنا إلا شكيت فيه أنه دير لي السحر غادي نكتب الإسم دياله إلا كنت شكه حتى فربعة أو خمسة أو ستة أو حتى سبعة غادي نكتب الإسم ديالهم كلهم كلهم غادي نكتب سميتهم وغادي ندير اللهم رد السحر إليهم إليهم مجموعين إلا شكتي فيهم العجل العجل أو عاجل أو عاجل 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 إذن غادي نقرأوا هاد الإعياء اللي غادي إن شاء الله نبطلوبها السحر وغادي نقرأوا صورة الزلزلة لرد السحر إلى صاحب السحر إذن كيفاش غادي نقرأ على هاد الحلبة كيفاش غادي نقرأ على هاد الحلبة غادي نهزوعة إلى الفم ديالي وغادي إن شاء الله نقرأ هذه الآية أعود بالله من الشيطان الرجيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين قتال وكان الله قويا عزيزا غادي نهزي الديا في ليسر وهذا تسبح غادي نسبح بحالكة هانتما هاد بليمن وهاد بليسر ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين قتال وكان الله قويا عزيزا حلقة غادي تخدموا بالسبحة تخدموا بها لباش تدبطوا العدد ورد الله الذين كفروا بغيدهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين قتال وكان الله قويا عزيزا حلقة 313 غادي نقرها بالسبحة وغادي نقرأ صورة الزلزلة ثلاث مرات ولكن نقرأ صورة الزلزلة إلى أشتاتن غادي نقر أشتاتن 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 حتى أكمل 33 مرة أشتاتن وغادي نقرأ الدعاء اللهم رد السحر إلى صاحب السحر غادي إن شاء الله نكتبها لكم إن شاء الله تلقوها بإذن الله اللهم رد السحر إلى صاحب السحر نكمل تلات المرات صورة الزلزلة وغادي إن شاء الله بحول الله نكمل الصورة ونفت اللهم رد السحر إلى صاحب السحر اللهم يا إيسوا الأرواح المرسولة إلى للم السحر المعمول لنا اذهبوا من مكانكم هذا واذهبوا إلى من عمل لنا السحر وضمروهم بدون أن تصيبوننا ولا تصيبوا أحدا من عائلتنا وغادي إن شاء الله هذا البخور غادي تبخروا به مدة أسبوع الأربعاء لا ما تبخروش بها ديروا من الأثنين من الأثنين حتى الخميس ستنقذوا الأربعاء اليوم الخميس الجمعة السبت الحد إلى الأثنين نضيفوا نهار على الأسبوع إذن غادي ناخد الإسم بها لهاد شخص اللي تدير لي السحر وشك فيه أنه تسحر ليه وبغيت أنني نرد السحر إلى صاحب السحر وفي نص الوقت نطل السحر اللي يدير ليه إذن 113 الآية اللولة وصورة الزلزلة ثلاث مرات ولكن من نوصل أشتاتا أشتاتا نقراها 33 مرات ونكمل الصورة ومن بعد من نوصل الأشتاتا أشتاتا 33 ندير الدعاء من بعد أشتاتا وغادي إن شاء الله بحول الله وقوتي نكمل الصورة ونهز من نكمل ثلاثة المرات على هات طريقة غادي إن شاء الله ندير شوية في الإسم ندير الشخص الشخص إما في الصبح إما في الظهر إما في العصر إما في المغرب انتم في الاختيار انتم عندكم الاختيارات كاملين ولكن هتحاولوا أنكم تديروا سبع ورقات باش ما تنسوش سبع ورقات تكسبوا الأسماء ديال الأشخاص اللي شكين فيهم أو اللي تسحروا لكم أو أنك تيقن بأن هذا هو السحر اللي تيدير لك السحر إليك تي ما شكاش هتحاولي أنك تديري الإبطال ديالك وتديري صورة الزلزلة وتخلي صورة الزلزلة هي اللي تكشف لك الأمر ديال السحر اللهم رد السحر إلى صاحب السحر بدون أسماء أما إلا كنت شكا بأن الإسم موجود تيجدد لك السحر غادي أنك تكتبيه الإسم دياله وتحرقيه مع الحلبة غادي تبطلي السحر اللي تيدير ويرجع عليه وفي نص الوقت تتبخ ردارك باش ما يبقاش في الصدع وفي نص الوقت تتبطلي السحر اللي مع مولك يبقى عندك لصدع لمشاكيل حتى حاجة إذن أحبابي إلى عجبكم فيديو حاولوا تخليوا لي لايك، دعموا القناة، تبعوا الجرس، أبنوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته